سؤال اليوم ايش رايك في GTAV النسخة المحسنة او GTAV Expanded Enhanced وايضا هل راح تشتريها او لا وقف المقطع واكتب لنا رايك في خانة التعليقات اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجع لكم بمقطع جديد ومقطع زلة بطبع في مقطع اليوم راح نتكلم عن جميع ما تريد معرفته عن GTAV Expanded Enhanced او GTAV المحسنة سواء موعد الاصدار ايش التحسينات ايش المميزات ايش الجديد وكم سعرها ومئة تنزل والى اخره اليوم راح نغطي كل شي تبغى تعرفوا عن GTAV المحسنة لذلك خلنا نقش سويا في المقطع طيب زي ما تعرفون في يونيو 2020 روكستار جيمز علنت بشكل رسمي عن قدوم GTAV للجيل الجديد البي اس فايف وال اكس بوك سيريس اكس والاس بشكل محسن واقوى في 2021 تم العنان رسميا ان اللعبة قادمة في 11 نوفمبر 2021 الكل تجهز والكل كان جاهز والكل كان منتظر الاصدار الرسمي لكن في 9 سبتمبر 2021 تم تأجيلها بشكل رسمي الى شهر مارس 2022 اي بعد ثلاثة شهور من الان وغالبا يا اخوان انه هذا الامر لن يتم تأجيله وهذا الموعد ما رح يتأجل وفعلا GTAV Expanded and Enhanced رح تنزل في مارس 2022 لكن لحد الان يا اخوان ما نعرف في اي يوم رح تنزل بالضبط نعم عرفنا انها في مارس لكن في اي يوم من مارس طبعا توقع روكستار جيمز في القريب العاجل رح تنزل نيوز واير رح تعلن فيه عن باقي المعلومات المخفية عن GTAV المحسنة واحتمال كذلك اننا نشوف تريلر يوضح الفرق بابين النسخة المحسنة والنسخة العادية ويبين الفرق والتحزين والى اخره فنعم يا اخوان موعد اصدار GTAV المحسنة 22 مارش بعد اقل من ثلاثة شهور طيب بالنسبة للسعر فيا اخوان ترى روكستار جيمز في الاغلب رح تعامل GTAV المحسنة كأنها لعبة جديدة كليا بمعنى انه سعرها ممكن يكون 60 دولار بل انه حتى ممكن يكون 70 دولار كاملة طبعا كعادة روكستار جيمز ايضا رح تنزل لعدة نسخ مختلفة بمميزات مختلفة ممكن اسعار النسخة الاخرى اللي بمميزات ممكن توصل الى 80 دولار او 100 دولار ما اتوقع انه يكون في ترقية او حاجة زي كذا رح تتم معاملتها لعبة جديدة كليا وسعرها 60 دولار الى 70 دولار عموما احد الباحثين في ملفات اللعبة او الاتا ماينارز استطاع الدخول لملفات التحديث الاخير لجي تي اي اونلاين واستطاع جمع بعض المعلومات المهمة عن GTAV Expanded بالاضافة الى المعلومات اللي كان يعرفها سابقا لخص هذه النقاط الجديدة حيال GTAV Expanded Enhanced في النقاط التالية رح ناخذ كل نقطة لحالها ونشرحها اولا عندنا لون جديد للسيارات لكل من GTAV المحسنة طور القصة و GTA Online كذلك اللون باسم الكاميليون وهو عبارة عن تداخل لونين مع بعضهم البعض بطريقة فنية ورهيبة جدا بحيث انك لو طالعت على السيارة من جهة معينة رح يظهر لك لون فلاني لو طالعت من جهة اخرى رح يظهر لك لون اخر وظاهر لكم الان ما اقصده هذا هو لون الكاميليون طبعا يوجد ما يقارب ال 16 لون بنفس الطريقة وتنترج تحت قائمة الكاميليون وصراحة اللون جدا 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 رهيب واسطوري ومن سنين نحاول اننا نسوي نفس هذا اللون لكننا ما قدرنا فشي جميل صراحة انك تشوف روكستار جيمز اضافته فعلا حقيقة في GTA V Expanded Enhanced و GTA Online فنعم احد الاشياء الجديدة في النسخة المحسنة رح تكون اللون الكاميليون ثانيا تحسينات و أبغريدز جديدة لآداء بعض السيارات من ناحية سرعتها ومن ناحية ثباتها والبريكس وإلى آخره طبعا المركبات هيها كالتالي البانشي السينتنل التوريزمو كلاسيك ذا بريوسيو آر اي ذا هوكاتشو دراغ والديفستيت ايت جميع هذه المركبات يا أخوان رح تجيها تعديلات وتحسينات في السرعة والآداء والتيربو والثبات والبريكس وغيرها طبعا هذه التعديلات يا أخوان تم تأكيدها رسميا في آخر مقالة روكستار جيمز فهذا هو أمر رسمي قادم لا محالة فنعم السيارات اللي تم ذكرها رح تكون فيها تحسينات كبيرة في السرعة والآداء والتسارع ثالثا في جي تي اي في المحسنة هناك لوحة جديدة للسيارات نعم في التريلر يا أخوان شفنا لوحات صفرة في معظم السيارات نعم يا أخوان تم تأكيد الأمر الآن اللوحة الصفرة هذه هي أحد التعديلات الجديدة رابعا روكستار جيمز في جي تي اي في المحسنة رح تقدم طريقة جديدة لسرد الأخبار الجديدة والأشياء الجديدة في اللعبة طبعا في جي تي اي في العادية الأخبار كانت تجيك في اللودينج سكرين ويبتظهر لك بهذا الشكل زي ما تشوفون روكستار جيمز في النسخة المحسنة يبغون الأخبار والأشياء الجديدة تجيك قبل ما تبدأ اللعب في وضع مشابه لما يحدث مع ريدد رديمشين تو وريد اونلاين زي ما هو ظاهر لكم الآن نعم بهذه الطريقة يبغون جي تي اي في المحسنة تكون خامسا المزيد من الأغاني في الراديو وهذا الأمر غير مستغرب تماما نظرا لتوجه روكستار جيمز الأخير وتعاملها الكبير والكثير مع الأغاني والمغنيين المشاهير وإلى آخره مرة أخرى من غير مستغرب أنه جي تي اي في اكسباند رح تضم العديد من الأغاني الجديدة وأتوقع أنه معظم أغاني جي تي اي اونلاين ومحطات الراديو الجديدة في جي تي اي اونلاين رح تم إضافتها لاحقا في جي تي اي في اكسباند ان انهانست فنعم يا أغوان أحد الأشياء الجديدة في جي تي اي في المحسنة أنه رح تضم عدد كبير من محطات الراديو والأغاني الجديدة سادسا خويا نتكلم عن الأمور والتحسينات التقنية والتكنيكية اللي رح تجي لجي تي اي في اكسباند ان انهانست أو جي تي اي في المحسنة ذكر أنه رح يكون فيه تحسين بسيط جدا في الجرافيكس زي ما شفنا في تريلر تحسين بسيط جدا جدا فالأشخاص الذين كانوا منتظرين تحسين كبير جدا 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 في الجرافيكس لا تتحمسون تراه تحسين جدا صغير ومتوسط وبسير لكنه ذكر أن روكستار جيمز ركزت كثير 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 في النسخة المحسنة على الأداء ركزت على الأداء بشكل كبير جدا يقال ان اللعبة راح تشتغل على البي اس 5 والاكس بوك سيريس اكس بكل اريحية وثبات على الفور كي سيكستي اف بي اس مهما كان المكان مزدحم ولا الدنيا فوضى فور كي سيكستي اف بي اس ثابت ثبات الارض وما يهزوا ريح طبعا هذا بناء على كلامهم لكن حنا لما نجرب راح نشوف هذا الكلام فعلا ولا كلام فاضي فيقال انه فور كي سيكستي اف بي اس اداء جي تي اي في المحسنة وجي تي اي اون لاين سابعا جي تي اي في المحسنة راح تضم كونتنت ومهمات خاصة بها على سبيل المثال لما نزلت جي تي اي في على البي اس 4 والاكس بوك سوان جاتنا سيارات حصرية زي الدوكوف ديث وجاتنا بعض المهمات الجانبية اللي كنا فيها نصور الحيوانات النادرة والى اخره فمن المتوقع جدا انه جي تي اي في اكس بادل انهانس على البي اس 5 والاكس بوك سيريس اكس والاس انها يجيها امر مماثل جدا كونتج جديدة ومهمات خاصة وحصرية جدا فنعم احد الاشياء الجديدة انه راح فنعم حقين البي اس 5 والاكس بوك سيريس اكس والاس لما يشترون جي تي اي في اكس باندل انهانس راح تجيهم مهمات جديدة وكونتنت جديدة وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعنا اليوم وفيه شفنا جميع ما يتعلق بجي تي اي في اكس باندل انهانس وجميع المعلومات اللي حولها سوان جديدة ولا قديمة شاركونا اراءكم في قانية التعليقات على جميع نتقاط اللي تكلمنا عنها واش رايكم في جي تي اي في اكس باندل انهانس طب كذا وصلنا معاكم من هذه المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكراب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة